أسعار الذهب تتراجع على خلفية تراجع الأوقية عالميا ورقال الأمن يلاحقون المتلاعبين بالعملات الأجنبية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء كما سنستعرض لحضراتكم تفاصيل أسعار الذهب والدولار اليوم نبدأ بأسعار الذهب محليا والتي تراجعت في مصر بعد تراجع سعر الأوقية عالميا على خلفية بيان الفدرالي الأمريكي بتثبيت معدلات الفائدة للمرة السابعة عند 5.5% فيما هبطت من أعلى سعر وهو 2450 دولارا إلى 2322 دولارا وعن سعر عيار 21 فقد تراجع في مصر إلى 3200 جنيه للبيع منخفضا عن 3200 جنيه و3350 جنيه للشراء في الشهر الماضي ويكون حاليا متراجعا بفارق كبير عن أعلى قمة سجلها في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيه بدون مصنعية على خلفية تصحيح سعر الدولار وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء أما عيار 18 فتراجع إلى 2678 جنيه للشراء ويظل قريبا من 2700 جنيه بعد أن وصل إلى 2800 جنيه وأيضا يظل منخفضا بقوة عن أعلى سعر سجله في موجة الارتفاعات الكبرى بنهاية يناير الماضي والتي وصل خلالها إلى 3500 جنيه بدون إضافات سجل الجنيه الذهب هبوطا ليبدأ من 25000 جنيه فيما سجل 28000 جنيه للشراء في مارس وبعد 30 إلى 32000 جنيه للشراء كأعلى سعر سجله في يناير الآن نستعرض لحضراتكم الصعار الذهب اليوم وفقا لآخر تحديث وجاءت كالتالي سجل سعر الذهب عيار 24 الأوسع انتشارا 3571 للبيع وللشراء 3542 جنيه وإذن بلغ سعر الذهب عيار 21 3125 جنيه للشراء و3100 جنيه للبيع وصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى 2678 جنيه للشراء و2657 جنيه للبيع وسجل سعر الجرام عيار 14 283 جنيه للشراء وسجل سعر جنيه الذهب 25 ألفا للشراء و24 800 جنيه للبيع نذكر حضراتكم أن هذه الأسعار تتغير على مدار اليوم وفقا لآلية العرض والطلب أيضا كما أن هذه الأسعار بدون مصنعية إذ أن مصنعية الذهب تبدأ في الغالب من 80 وحتى 200 جنيه كزيادة على سعر الجرام المقرد أو نحو 6% من سعر الجرام أو بيزيد لضع بعض التجار عند شراء المجبولات الذهبية أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيه فأكثر نأتي لأسعار الدولار مقابل الجنيه وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 47.64 جنيه للشراء مقابل 47.78 جنيه للبيع وسعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.64 جنيه للشراء مقابل 47.74 جنيه للبيع وأيضا سجل سعره في بنك الأسكندرية 47.65 جنيه للشراء مقابل 47.75 جنيه للبيع أيضا سجل سعره في البنك الأهلي المتحد 47.65 جنيه للشراء مقابل 47.75 جنيه للبيع وسجل الدولار في بنك فيصل الإسلامي 47.64 جنيه للشراء مقابل 47.74 جنيه للبيع كما سجل في بنك كريدي أجريكول 47.66 جنيه للشراء مقابل 47.76 جنيه للبيع وصل في بنكي مصر والأهلي سجل 47.64 جنيه للشراء مقابل 47.74 جنيه للبيع بيلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية لا سيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجا من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء إلى هنا مشاهدينا تكون انتهت تخطيطنا الاقتصادية كنت معكم أنا رانا عبد الرحمن نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء